أينما تواجدت الميليشيات الحوثية ترى الموت والخراب والدمار والتشرد والنزوح حاضرا في تلك المناطق ومنها مناطق شمال وغرب الضالع حيث حولت الميليشيات الحوثية مناطق كثيرة من قرى بلاد اليوبي إلى ثكانات عسكرية تتمترس بها بينما يتم استهداف القرى الأخرى بالقصف العشوائي بمختلف الأسلحة كمناطق الفاخر وسليم وحمان وحبيل العبدين وبتار والمشاريح والقليعة وغيرها من المناطق الأمر الذي جعل معظم الأسر تغادر تلك القرى والمدن هربا من بطش الميليشيات الحوثية والقصف العشوائي وتنزح للبحث عن مكان آمن كحال هذه الأسر التي نزحت من عدة مناطق ولم تجد سوى فصول هذه المدرسة بمنطقة المجاريح لتؤويها والتي تفتغر إلى أبسط المتطلبات والخدمات الضرورية قرقنا الحواثة من بيوتنا وشربنا لا قراش ولا شيء ولا وهلنا قتلهم قرقنا وهربنا ونجعوا عين وحقنا تحت الحوثي حرمت الميليشيات الحوثية آلاف الأسر في كثير من مناطق الضالع من العيش بسلام وتسببت بتدهور الأوضاع الاقتصادية والتعليمية والصحية وخلقت لدى الأطفال والنساء مشاكل نفسية وصحية كثيرة لتستمر معاناة آلاف المواطنين في مناطق الضالع وتستمر معاناة الكثير من الأسر النازحة التي لم تصل إليها المنظمات الدولية والإنسانية حربت من نيران الحرب العبثية التي تشنها الميليشيات الحوثية في عدة مناطق بالضالع إلى مواجع النزوح ومرارته تعيش الكثير من الأسر ويظل الخوف والمعاناة يلاحقهم مع نقص في الغذاء والمياه والدواء والكثير من متطلبات الحياة الضرورية باستثناء اليسير الذي يصل إليهم من بعض المنظمات الأمر الذي يستوجب تدخلا عاجلا لإنقاذهم من الوضع المأساوي الذي يعيشونه محمد الشعيبي لقناة اليمن اليوم الضالع